الفصل الثاني عشر أخطر معارك عقبة من قصة عقبة بن نافع إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ أحداث الفصل بمدينة القيروان واللي بقي فيها عقبة لبضعة أيام والسبب أنه كان بيعيد تنظيم الجيش وترتيب الميمنة والميسرة والقلب أصبح الجيش على أهبة الاستعداد للفتح وحدد عقبة ساعة بدء الفتح اكتم عقبة بأبنائه في تلك الليلة المحددة للفتح وأخذ يحدثهم عن الجهاد والاستشهاد ووصى أبنائه بما يجب أن يفعله من بعده أذن لصلاة الفجر فقام وأدى الصلاة ثم قبل أولاده وركب جواده وانطلق أمام الجيش متجها إلى مدينة الزاب مدينة الزاب هي مدينة في الجزائر يطلق عليها اليوم قسنطينة مع خروج عقبة من مدينة القيروان كلف زهير بن قيس البلوي خليفة على القيروان وترك معه خمس ألاف جندي لحماية القيروان تهيأ عقبة لليوم الموعود الذي يتم فيه فتح إفريقية وتعلو فيه راية الله عقبة كان ساعتها استعبد في ميدان الجهاد سبع سنوات ودع خلالها العقد السادس من عمره وكان وصل عمره في ذلك الوقت إلى 62 سنة أمضى عمره في إيه؟ كان رأى الدين بيعلم الناس أمور دونهم بالإضافة إلى أنه كان مجاهد في سبيل الله بيفتح المدن والأمصار ويعلي كلمة الله أخذ عقبة يحدث نفسه بأنه نحمل للعالم شمسا لا تغيب وهي شمس الإسلام شمس المثل العليا والأخلاق الفاضلة ما هي القرآن خطب عقبة في الضباط المسلمين وصف في خطبة حالة البلاد قبل الإسلام وكيف كانوا يعيشون في قيود الاستعباد البيزنطي وكيف كانوا يبيعون أولادهم لسداد الضرائب كما وصف حال هذه البلاد بعد الإسلام وكيف أن الإسلام حرر هذه القبائل وأصبح الناس سواسية وعوض الأجراء عما لحقهم من ظلم وأخذ الفقير حقه من مال الغني تحزير حذر عقبة ضباطه من المعركة القادمة السبب لأنها ستكون معركة دامية أوصى عقبة ضباطه وجنوده أن يكونوا أشداء على الأعداء رحماء بمن يسالمونهم ويدخلون في دين الإسلام وأمرهم بالانطلاق على بركة الله نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق